اشتركوا في القناة وهذه العنوين في خطاب تاريخي في مجلس الشورى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحدد الاستراتيجية ويشدد على استكمال مشاريع المونديال سعادة وزير الثقافة ورياضة يفتتح مهرجان المحامل التقليدية والنسخة السابعة رحلة في أعمق التاريخ منتخبنا الوطنية لكرة القدم يختبر شبابه ويرتب أوراقه ووديت أيسلندا تجربة أوروبية ناجحة في التاسع أيضا مركز الأخبار يتابع ارتدادات زلزال ملعب سانسيرو ويرصد الدراما الإيطالية شكرا لك أليس مشاهدينا أهلا بكم أكد أيضا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى أن دولة قطر حققت سلسلة من الإنجازات والمكاسب رغم محاولات دول الحصار تعطيلها وعرقلتها جاء ذلك في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس الشورى حيث أكد اسموه أن الشائعات والإفتراءات طالت استضافة دولة قطر لنهاية كأس العالم لعام 2022 تحققت هذه الإنجازات على الرغم من بذل دول الحصار جهودا متواصلة تعطيلها وعرقلتها بوسائل متعددة بدءا من إجراءات الحصار نفسه مرورا بالضغط على الدول الأخرى وحتى نشر الشائعات والإفتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم عام 2022 من جهة أخرى حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حدد استراتيجية دولة قطر لتحصين الاقتصاد الوطني بمنطلق الإدراك بوجود وضع جديد لا بد من التعامل معه نعم فيصل في هذا الإطار شدد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على استكمال مشاريع البنى التحتية وكذلك مشاريع المونديال بما ينسجم ورؤية دولة قطر 2030 رابعا استكمال مشاريع البنى التحتية الجالي تنفيذها حاليا وكذلك مشاريع كأس العالم 2023 بما يتناسب مع خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر في الحياة الثقافي كتارا وفي أجواء تراثية رائعة افتتح سعدة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة النسخة السابعة لمهرجان المحامل التقليدية نعم المهرجان يتواصل على مدار خمسة أيام ويسجل مشاركة عدد من الإشقاء والأصدقاء القادمين من الكويت وعمان ودول أوروبية أخرى أبرزها تركيا واليونان هي رحلة تروي بين صفحاتها جزءا من ذاكرة الوطن رحلة تعيدنا إلى زمن أيام البحر والصيد والتجارة في رحاب الحي الثقافي كان المشهد رائعا مع لحظة خطفة الشراع إذانا بانطلاق النسخة الجديدة لمهرجان المحامل التقليدية الذي يتواصل على مدار خمسة أيام مساء جميل في كتارا وحضور الأشقاء والأصدقاء من الكويت وسلطنة عمان ودول حوض المتوسط ينشر الفرح ويؤكد عمق روابط الدوحة بالعالم الفعاليات عديدة أكثر من السنوات الماضية الفرق الشعبي العماني منتشر على طول السيف هناك أسواق قديمة موجودة على سيف كتارا هناك فعاليات ومسابقات عديدة النجاحات اللافتة التي حققها المهرجان طيلة السنوات الماضية توجته حدثا بارزا في المنطقة وجعلته أحد أبرز الفعالية الثقافية في الأجندة التراثية الدولية في أجندة المهرجان مجموعة من الفعالية التراثية والثقافية ومسابقات تقليدية كارتبط بالتراث البحري انطلقت مع مسابقة الحداغ ومسابقة الغزل لتعيدنا وتعيد ضيوف الحي الثقافي إلى زمن الأجداد بكل جماله الزائر لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية في نسخته السابعة سيجد نفسه وسط أجواء تراثية مميزة مستوحات من تاريخ الآباء والأجداد لأخبار قنوات الكأس سامير بخلفة الحي الثقافي كتارا ومباشرة من الحي الثقافي كتارا ينضم إلينا مراسل قنوات الكأس زميل صالح عبدالله صالح مساء الخيل كيف يبدو المشهد في هذا المساء الجميل هناك في رحاب حي الثقافي يستعيد تاريخ الأجداد شكرا فيصل تحية لك ولمتابعي قنوات الكأس الرياضية نعم انطلق اليوم المهرجان السابع للمحامل التقليدية في شاطئ كتارا الحي الثقافي بمشاركة قليمية ودولية تبدأ من قطر وسلطنة عمان وزنجبار ودولة الكويت أيضا مشاركة العراق واليونان وتركيا في هذه النسخة التي تمتاز بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تهتم بالتراث البحري مما يربط الأجيال بموروث الأباء والأجداد للتعرف أكثر عن هذا المهرجان معي ملكة آل شريم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة العامة الحي الثقافي كتارا رحبك على قناة الكارس لو تحدثين عن ماذا يهدف هذا المهرجان وما يميزه عن النسخة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة لمهرجان كتارا في نسخة المحاملة التقليدية في نسخة السابعة ما يميزه مثل ما ذكرت في المقدمة وهو المشاركة الدولية في النسخة السابعة وجود اليونان وتركيا والعراق إلى جانب الأشقاء من دول الخليج الكويت وعمان كمشاركات طفة إلى الهند وزنجبار هذا طبعا أضاف إلى النسخة السابعة أن يكون في طابع دولي غير عن النسخة السابقة إضافة أخرى للمهرجان طبعا عندنا المأكلات البحرية السنة هذه طبعا فتحنا مطاعم موجودة تقدم أكلات بحرية مشهورة في دول معينة مثل العراق وتركيا في موقع المهرجان تم التعاون مع الأسر المنتجة القطرية أن تقدم أيضا مأكلات شعبية في موقع المهرجان كإضافة أيضا لزوار مهرجان عندنا ما يقارب 13 ورشة فنية مقدمة للأطفال في الفترة الصباحية والفترة المسائية هذه أيضا إضافة للنسخة هذه إضافة طبعا إلى عدد الحرف الموجودة ما يقارب 32 حرفة مختلفة سواء كانت من الكويت أمان ومن قطر هذه طبعا بشكل موجز ما يميز النسخة هذه على النسخة السابقة ملكة الشريم شكرا لك لا أكبر إذن هذا ما لديه من شاطئ الحي الثقة في كتارة أعود إلى الزملاء في مركز الأخبار مراسل قانوات الكاس صالح عبدالله شكرا جزيلا لك ولضيفتك الكريمة أكمل الاتحاد القطري للفروسية والخماس الحديث والشكب التجهيزات الخاصة باستضافة بطولتين كوان بي قطر والريان الدوليتين لقفز الحوال تمهيدا للحدث الدولي عقدة اللجنة المنظمة مؤتمر صحفيا تم أثناءه الكشف عن مختلف الترتيبات حضر المؤتمر بدر الدرويش أمين السر العام باتحاد الفروسية وعمر المناعي مدير الإدارة التجارية بالشكب وعلي رميحي أمين السر المساعد باتحاد الفروسية ومدير البطولة وتم الخوض في تفاصيل البطولتين المدرجتين ضمن جولات الدول العربي المؤهل لكأس العالم وستكون البداية بمنافسات بطولة قطر الدولية التي ستقام من السادس عشر وحتى ثامن عشر من الشهر الجاري تليها بطولة الريانة التي تقام على مدار ثلاثة أيام أيضا اعتبارا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري طبعا هي جولة من جولات الدول العربي طبعا المؤهلة لكأس العالم اللي بيكون في باريس إن شاء الله 2018 عدد المشاركين الحمد لله عندنا ناس مشاركين من الـ Global Champions Tour مشاركين في بطولتنا وعندنا الشيخ علي بن خالد أيضا باسم بطل الـ Global اللي فات كلهم مشاركين نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله تكون فيها المنافسة القوية إن شاء الله تحت إشراف الأكاديمية الأولمبية القطرية انطلقت ورشة التثقيف الأولمبي تجمع الورشة حوالي خمسين دارسا من موظفي إدارات اللجنة الأولمبية والمؤسسات والاتحادات الرياضية قدم هذه الدورة مدير برنامج علوم الرياضة في كلية الأداب والعلوم بجامعة قطر محفوظ عمارة هذا وتات الورشة ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية التي تبنتها الأكاديمية الأولمبية القطرية ضمن المسؤولية المجتمعية لتثقيف المجتمع وتسليط الضوء على مثاق وقيم الحركة الأولمبية فضلا عن مواضيع أخرى طبعا ورشة التثقيف الأولمبي من أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية الأولمبية القطرية هي هامة للمجتمع كشكل عام وقطاع الرياضة بشكل خاص من خلال هذه الورشة ننبث القيم الأولمبية ونذكر الناس فيها على أساسيات قامة الرياضة ومنها طبعا الأخلاق والاحترام والتمييز وأيضا تنبثق منها أمور كثيرة من خلال هذه الورشة أيضا نقوم بإرساء القيم الأولمبية في المجتمع يقترب منتخبون الوطني لكرة القدم من اختتام تجربة دولية ودية ثانية في إطار استعداداته لسلسلة من الاستحقاقات المهمة المنتخب يواجه ضيفه الإسلندي والمباراة كانت اختبارا مفيدا وموعدا لترتيب الصفوف بتشكلة انضمت عددا من الوجوه الشابة دخل منتخبون الوطني هذه المباراة في ملعب عبدالله بن خليفة بمدينة الدحيل لكن الأفضلية كانت للضيف الأوروبي الذي انتظر الدقيقة السادسة بعد العشرين ليسجل هدفا ألقى بضلاله على الشوط الأول استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم استقبل سعادة محمد علي سبحاني سافير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة قطر جاء استقبل سعادة السفير والوفد المرافق له في إطار تعزيز العلاقات التنائية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم تم خلال الاجتماع بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتفعيلها لا سيما تلك التي لها علاقة بكرة القدم كما تم الاتفاق على التدعيم أواصر الصداقة التي تربط بين الطرفين وبحث سبل تطويرها بما يخدم منظومة كرة القدم في كل من قطر وإيران هذا وأشار سعادة السفير محمد علي سبحاني أن الدوحة باتت من أهم المدن الرياضية على الصحة العالمية معربا عن سعادته بتعميق العلاقة الكروية النشرة مستمرة من مركز أخبار قناوات الكاس الرياضية في قطر وفي أبرز عنوينها بعد هذا الفاصل جمال أبو عبد يكسب الرهان ويقود منتخب الأردن لنهائية أمم أسيا للمرة الرابعة في تاريخه أهلا بكم من جديد حجز منتخب الأردن بطاقة إلى نهائية أمم أسيا لكرة القدم لعام 2019 بعد الفوز على مضيفه منتخب كامبوديا بهدف دون مقابل نعم المنتخب الأردني تعلق في الجولة الخامسة من التصفيات فنال النقطة الحادية عشرة التي تؤمن له صدارة المجموعة الثالثة وتضمن له في الأثناء بطاقة غالية إلى الحدث القاري للمرة الرابعة سيكون المنتخب الأردني منافسا في كأس آسيا المقررة العام 2019 فعلى ملعب أولمبيك ستاديوم اقتطع النشام التأشيرة عندما حققوا فوز مهما على حساب كامبوديا فوز عكس الإرادة والطموحة لم ينتظر الضيوف كثيرا قبل إطلاق عينان الفرحة تمريرة حاسمة من فراس الشلبايا لمنذر أبو عمارة كانت كفيلة بوضع الأردن في المقدمة عند الدقيقة السابعة عشر هدف وحيد سجل في مباراة حاول فيها أصحاب الأرض أكثر من مرة تعديل الكفة أخطرها كانت قبل نهاية الشوط الأول وفي الثاني انبرى حارس كامبوديا لأكثر من كرة أردنية لكن النتيجة بقيت على حالها الفوز منح النشام تحت قيادة المدرب الجديد جمال أبو عابد صدارة المجموعات الثالثة برصيد أحد عشر نقطة وبفارق نقطتين عن فيتنام التي تعادلت سلبا مع أفغانستان لإخبار قنوة الكأس أمير فحصي أثار فاشل منتخب إيطاليا في تعهل إلى نهاية مونديال روسيا غضب الإيطاليين وحسرة عالم كرة القدم جمهيرو وإيطاليا بدت في حالة صدمة وصحافتها خرجت بعنوين قاسية وصفة الخيبة الكبيرة أعذار كثيرة والحكاية واحدة مونديال دون إيطاليا أو بالأحرى إيطاليا دون مونديال تاريخ مجيد لم يشفع وحاضر أليم لن ينفع فشل فصدمة ثم خيبة أمل سادت إيطاليا بل العالم أجمع حصرة ودموع والحزن عميق في نفوس مكونات الأجزور ومحيطها صداه دوى خارج إيطاليا عابرا للقارات الأزرق عجز عن بلوغ نهائيات اعتاد حضورها والإخفاق هو الأول منذ ستة عقود من الزمن حدث تعاملت معه صحافة إيطاليا بمثل قصاوة الإقصاء تبينت العناوين في الوصفة لكنها اتفقت على ضرورة إحداث تغيير في المنظومة كلها قائلة ذنتورا سيذهب لكن يجب أن لا يكون الوحيد هي قفزة إلى الوراء عجلت باعتزال كثيرين في مقدمتهم أفضل حارس مرمى في العالم جان لويجي بوفون بطل العالم عام 2006 في قلب ألمانيا الذي تمنى خوض منذياله السادس لكن دون جدوى إيطاليا سقطت لكنها عودت العالم على سرعة الارتقاء من جديد فيكفي كبرياؤها وتصميمها في انتظار النهوض مجددا يفتقد العالم أناقة إيطاليا في مونديال روسيا لعلها تستعيد عالميتها في قطر عام 2022 لأخبار قنوات الكاسة محمد المهدي الراضي الدوحة حدث ما كانت تخشاه إيطاليا فتعرض ملعب سانسيرو لزلزال ستكون له ارتدادات في قادم الأيام المنتخب السويدي ضرب الإيطاليين في عقر دارهم فحكم على جيل كامل بعدم الذهاب إلى روسيا وأنهى مسيرة بوفون بمشاهدة دراماتيكية تفاصيل ما قبل وما بعد ليلة ميلانو معاليس حكيم تفضل ياليس شكرا للزملاء في مركز الأخبار وأهلا بكم مشاهدينا الكرامة بدموعه قدم الحرس الإيطالية الأسطورية جانويجي بوفون اعتذاره لعشاق الكرة الإيطالية بعد الإخفاق في التأهل لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا المنتخب الإيطالي لقرة القدم سيتغيب عن نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ ستين سنة ولم تغب إيطاليا عن كأس العالم منذ نسخة 1958 في السويد وفشلت بطلة العالم أربع مرات في التأهل للمرة الثالثة بعد عام 1930 عندما قررت عدم المشاركة في النسخة الأولى في الأوروغوي ويعد المنتخب الإيطالي ثانية أكثر منتخب مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد البرازيل بثمانية عشرة مشاركة التاريخ الكبير في كأس العالم لم يشفع للطليان أمام منتخب الفايكينغ الذي سيكون حضرا في المونديال للمرة الثانية عشرة في تاريخه وتحصلت إيطاليا على لقب كأس العالم في أربع دورات هي دورة 1934 التي جرت في إيطاليا حيث كانت أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم وفي عام 1938 تحصل المنتخب الإيطالي على ثاني تتويج له بكأس العالم التي جرت وقائعها في فرنسا وكانت دورة 1982 التي أقيمت بإسبانيا ثالثة محطة للإيطاليين في حصولهم على الكأس العالمية حينما تجاوز المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في العاصمة مادريد وكان مونديال 2006 في ألمانيا آخر محطة لفوز الإيطاليين بكأس العالم وهو الجيل الذي كان العملاق بفو آخر لعبيه على الإطلاق في المنتخب الحالي أمر مؤسف وحزين أن تنتهي الأمور بهذا الشكل إنها مباراة الأخيرة في صفوف المنتخب الوطنية كانت هذه آخر كلمات الأسطورة الإيطالية جان لويجي بفو قبل أعلان اعتزاله اللعبة الدولية بصحبة منتخب بلاده بفو ذو 39 عاما كان يمنى النفس بالمشاركة في سادس نهائيات عالمية له كان الحادث الذي خاض مائة وخمسا وسبعين مباراة دولية توجه في صفوف المنتخب بطلا للعالم عام 2006 في نسخة ألمانيا ويعد بفو رمزا للمنتخب الذي حمل ألوانه للمرة الأولى قبل عشرين عاما وكان ذلك في مباراة ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال فرنسا 1998 ضد روسيا يوم التسع والعشرين أكتوبر عام 1997 حين كان عمره تسعة عشر عاما وتسعة أشهر مشاهدين حدث ما توقعه المدرب بفينتورا الخسارة أمام السويد كانت كابوسا صفحة سوداء في التاريخ الإيطالي لهذه الضربة الموجعة ارتدادات في أيام قليلة مقبلة شكرا لحسن المتابعة وعودة للزملاء لاستكمال التاسعة شكرا لك يا ليس آخر بطاقات القارة العجوز إلى مونديال روسيا سيكشف عنها الليلة حين تصديه الدبلان اليوم حوارا كبيرا بين منتخب إيرلندا وضيفه الدانيماركي في مباراة العودة وينطلق المنتخب الإيرلندي بحضوظ الوفرة لخطف بطاقة التأهلي نحو المونديال بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف قبل ضربة البداية عبر مارتين أنيل مدرب منتخب إيرلندا عن حذره الشديد من الضيف الدانيماركي الذي يملك أسماء قادرة على إحداث المفاجأة على حظ تعبيره ويتطلع المنتخب الإيرلندي لخطف بطاقة التأهلي للمرة الرابعة في تاريخه في حين يسعى المنتخب الدانيماركي للفوز على صاحب الأرض وانتزاع تأشيرة إلى روسيا في نتيجة مفاجئة انقلب تقدم المنتخب الأرجنتيني في مبارته الودية مع نيجيريا إلى خسارة بهدفين لأربعة في رحلة الاستعداد للمونديال المباراة تندرجو ضمن أمسية ودية عالمية فيها يحل المنتخب الإسباني ضيفا على روسيا ويصطدم المنتخب الفرنسي بنظره الألماني هذا وتتصدر مباراة إنجلترا والبرازيل أجندة ودية الليلة ترجمة نانسي قنقر كشف المصنف والأول عالميا نرافيل نادال أسباب انسحابه من ماسترز لندن الختمي للتنس بعد خسرته في المباراة الأولى أمام البلجيكي دافيد غوفا نعم قال نادال إن إصابة على مستوى الركبة أجبرته على اتخاذ القرار الصعب رغم محاولاته المقاومة والبقاء في البطولة ركبتي لم تكن على ما يرام حاولت وبذلت قصار جهدي لكنني لم أستطع مقاومة الآلام معتاد على اللعب في ظل إصابات خفيفة لكن هذه المرة لم أقوى على التحمل مع العلم أنني علجتها بعد انسحاب من بطولة باريس قبل الختام هذا تذكير بأبرز العنوين في خطاب تاريخي في مجلس الشورى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفادة يحدد الاستراتيجية ويشدد على استكمال مشاريع المونديال سعادة وزير التقافة والرياضة يفتتح مهرجان المحامل التقليدية والنسخة السابعة رحلة في أعماق التاريخ منتخبنا الوطني لكرة القدم يختبر شباب ويرتب أوراقه وينتزع تعادلا مستحقا في وديات أسلندا كان في التسعة أيضا جمال أبو عابد يكسب رهان ويقود منتخب الأردن لنهائية أمم آسيا للمرة الرابعة في تاريخه ختم النشرة ومشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة أعود ألقاكم بإذن الله في نشرة متصف الليل بتوقيت الدوحة كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر